اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة برامجكم عدسة ثراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم روى الإمام البخري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على تمر الصدقة تمر الصدقة جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على هذا التمر يقول ففي الليلة الأولى جاء رجل يحث التمر في جيبه يعني يسرق فامسكت به وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى حاجة عياله وفقره وأقسم أن لا يعود فتركته فلما كان الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة قال اشتكى حاجة عياله وأقسم أن لا يعود فقال النبي كذبك وسيعود صلى الله عليه وسلم فلما كان الليلة الثانية أمسك به أبو هريرة وهو يحث التمر في جيبه يسرق فقال لأرفعنك إلى رسول الله فاشتكى حاجة عياله وفقره فتركه أبو هريرة فلما كان من الصباح سأله النبي فأخبره قال كذبك وسيعود صلى الله عليه وسلم فلما كانت الليلة الثالثة أمسك به أبو هريرة لأن رسول الله صادق أمسك به أبو هريرة ويحث التمر وأسر أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ألا أدلك على أمر يحفظك الله به من مس الشياطين وتتركني يعني أدلك على شيء إذا نمت يجعل الله عليك حارسا حتى تصبح فقال له أبو هريرة وما هو قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإن الله عز وجل يجعل عليك حارسا حتى تصبح فاغتنب أبو هريرة هذه الفائدة وترك فلما كان الصباح سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال زعم أني إذا قرأت آية الكرسي يجعل الله عز وجل علي حارسا حتى أصبح فقال النبي صدقك صدقك وهو كذوب ألا تدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبو هريرة قال الله ورسوله أعلم قال ذاك شيطان شيطان يعلم السلاح الذي يدحر به يعرف أن آية الكرسي لها وقع عظيم إذا التزم الإنسان الأذكار الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يعني على سبيل المثال للحصر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا أراد أن ينزع ثوبه أن يقول بسم الله لماذا بسم الله لأن بسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا أراد الإنسان أن ينزع ثيابه إذا أرادت المرأة أن تنزع ثيابها تقول بسم الله فبسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم هذا ذكر مبارك دخول الخلاء عزكم الله يقول الإنسان بسم الله اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث وإذا خرج قال غفرانك فيحفظ من مسج الشياطين فهذه كلها أذكار مباركة لا بد على الإنسان أن يتعلمها أذكار الصباح والمساء إذا أول إنسان إلى فراشه يتوضأ وينام على شقه الأيمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ آية الكرسي ويقول بسمك اللهم أضع جنبي وبسمك اللهم أرفعه اللهم إني وجهت وجهي إليك ألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلته كل هذه الأذكار تحفظ الإنسان من مسج الشياطين وذلك لأن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا إذا كان الإنسان قبل أن ينام يلهج لسانه بذكر الله كان من كرم الله ورحمة الله عز وجل به أن إذا نام وغط في النوم جعل الله عليه حارسا حتى يصبح لماذا؟ لأنه قبل أن ينام كان آخر عهده يذكر ربه جل وعلا وأنت مستيقظ تستطيع أن تدفع عدوك أن تذكر الله وتدفع عدوك أنت نائم كيف يدفع عدوك وأنت نائم؟ يدفع لأنك قبل أن تنام كنت تلهج بذكر الله وأخذت بالسنة النبوية المباركة وأطعت الله ورسوله وذكرت الله عز وجل فكان من جزاء الله عز وجل أن ينصب عليك حارسا وأنت نائم يحفظك من مسج الشيطان بعض الناس ينام صحيحا فيقوم مريضا لماذا؟ لأنه غفل عن ذكر الله فيتلاعب الشيطان به والجزاء من جنس العمل في الحديث الصحيح أن عاصم بن ثابت الأنصار رضي الله عنه كان قد أقسم ألا يمس مشركا قط يعني لا يصافح مشرك ولا يمس مشرك فلما قتل عاصم في معركة القراء المشهورة وكان عاصما قد قتل كبيرا للمشركين في إحدى الغزوات فلما قتل في معركة القراء أرادوا أن يقطعوا رأسه ويطوفوا بها في القبائل ليزيلوا المعرة التي وقعت عليهم بقتل عاصم لسيده فجاءوا أرادوا أن يقطعوا رأسه يقولوا الراوي فأرسل الله عز وجل الدبر الدبر ذكران النحل فالتف حول جثة عاصم فما استطاعوا أن يصلوا إليه قالوا النحل يرجع إلى بيوته ليلا فنأتي في الليل ونقطع عنقه يقول الراوي فلما جن الليل رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض وفي بعض الروايات أن الله أرسل سيلا فحمل الجثة ولا يدرون إلى أين ذهبت يعلق عمر رضي الله عنه على هذه القصة فيقول إن الله يحفظ عبده المؤمن أبى عاصم بن ثابت أن يضع يده في يد مشرك وهو حي فأبى الله أن يمسه مشرك وهو ميت والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا لما كنت أنت محافظا على هذه الأذكار كان الله عز وجل قد حصنك ومنعك من مسي الشياطين ومن وسوسة الشياطين كثير من إخواننا اليوم يعاني من أمور عظيمة من الوسوسة ومن كثرة الانشغال بالأمور التي لا طائل إليها ولا بها لماذا؟ من وسوسة الشيطان فإذا حافظ الإنسان على أذكار الصباح والمساء حافظ على أذكار دخول منزله حافظ على أذكار خروجه من منزله حافظ على أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد حافظ على هذه الأذكار الكثيرة العظيمة المباركة كانت حياته طيبة مباركة ليس فيها للشيطان نصيب عندما يدخل الإنسان بيته ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنا لا يستطيع الشيطان أن يدخل لا يستطيع الشيطان أن يدخل بيته لكن إذا لم يقل هذه الأذكار ضمن الشيطان مبيتا ضمن الشيطان طعاما إذا لم يسم الله على طعامه ضمن الشيطان طعاما يأكله من طعام المسلم فلماذا يغفر إنسان عن هذه الأذكار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصر في تعليمنا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يفيد المسلم إلا وعلمه إياه كل حركة وسكنة لها ذكر علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام فكان ينبغي على الإنسان أن يتعلم هذه الأذكار وأن يحرص كل الحرص على معرفة هذه الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينعم بحياة طيبة كثير من الناس يقول لك أنا أشعر أني في مس أنا أشعر بكذا كل ذلك بسبب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى فاحرص على هذه الأذكار ركوب الدابة على سبيل المثال ركوب الدابة السيارة لها ذكر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون أذكار مباركة عظيمة ينبغي أن نحفظها من اليوم نتعلم هذه الأذكار ونقول هذه الأذكار ونسعى في معرفة هذه الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نحيا حياة طيبة مباركة وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة